نشرت مجلة فرنسية ساخرة مقالاً عن الأزمة الليبية وكتبت عنواناً ساخراً أردغان هو الذي يلعب دوراً صادقاً في ليبيا وفي فضيحة مهنية كشفتها صحف تركية معارضة استغلت بعض مؤسسات النشر التركية التابعة للنظام الحاكم مثل وكالة الأنضول ووكالة الإخلاص للأخبار هذا المقال ونقلته على منصاتها على أنه خبر حقيقي وليس ساخراً من أردغان ونقلته الوكالة على أن المجلة الفرنسية تمدح أردغان